حالة ميؤوس منها قصة لوحة للفنان الإيطالي أنتونيو روتا رسمها الفنان عام 1871 للوهلة الأولى المهمة التي يتعين على صانع الأحذية التعامل معها غير قابلة للحل وضع الرجل الخبير نظارته وتفحص الحذاء البالي من جميع الجوانب وتساءل عما إذا كان لديه ما يكفي من المهارة والإلهام لخلق معجزة صغيرة الفتاة التي طلبت المساعدة فقيرة ترتدي طبقات من الملابس الرثة المتوارثة علىها تقيها برودة الطقس وفي قدميها نعال صيفية ينفذ منها الصقيع لن تكون بها قادرة على مغادرة العتبة الأمل الأخير يكمن في ذلك العبقري هو وحده القادر على إعطاء حياة ثانية للأحذية البالية والمرقعة من كل صوب المسكينة مستسلمة وكأنها في المحكمة تنتظر حكم الأستئناف على حذائها إما بالإعدام وإما بإعادة النظر في أمره على مدى سنوات عديدة من العمل اعتاد الرجل بعد جهد مضني على إيجاد طريقة للخروج من أصعب المواقف تود الصغيرة أن تصدق قدرته على خلق المعجزة فليس لديها سوى التعلق ببقايا الأمل ولو كان واهيا غير منطقي وبعد طول انتظار ومرور دقائق من الصمت جالت خلالها عيون الخبير بكل الخروقات والخيوط المتهالكة نطق أخيرا حسنا لا ضرر من المحاولة سأفعل كل ما في وسعي فلنجرب لتتنفس الصعداء قام الفنان بتصوير الورشة شبه السفلية مثل المرآة تعكس حياة صاحبها تمتلئ بقصاصات من الجلد وأدوات عمل بسيطة على طاولة يبدو أنها كانت قيمة في يوم من الأيام ولكن الأهم من الأدوات والخامات هو الشخص نفسه الإنسان وقدرته على التعاطف وتقدير حاجات الآخرين